تحيي دولة الإمارات يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه منذ رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه في التاسع عشر من رمضان تحرص الإمارات على إحياء هذه المناسبة وفاء وتخليدا لإرث القائد المؤسس وتأكيدا على مواصلة نهجه في العطاء ومد يد العون لجميع الدول والشعوب بدون تمييز أو تفرقة وتمثل المناسبة موعدا سنويا للإعلان عن العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية الحيوية والنوعية عبر مئات الفعاليات الحكومية والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية ويعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان رمزا للعطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم وقد تبوأت دولة الإمارات بفضل جهوده ومبادراته الإنسانية في مناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين الصدارة والريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني إقليميا ودوليا وبدأ نموذج العطاء الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات إلى العالم بالتزامن مع نشأتها واستمد مبادئه من رؤية المغفور له بإذن الله التي تعلق قيمة التضامن الإنساني وتحث عليه حيث أسس رحمه الله خلال عام 71 صندوق أبوظبي للتنمية ليكون عونا للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية لشعوبهم كما أنشأ خلال عام 92 مؤسسة زايد الأعمال الخيرية والإنسانية لتكون ذراعا ممتدة في ساحات العطاء الإنساني ومجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها وحرص الشيخ زايد طيب الله ثراه على مأسسة قطاع المساعدات الخارجية للارتقاء بالجدوى وتعزيز المسؤولية وتصويب مسيرة العطاء لتنطلق من الإمارات اليوم أكثر من أربعين جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية تغطي مساعداتها كافة دول العالم والشعوب المحتاجة والمتأثرة وتؤكد الحقائق والأرقام مواقف الشيخ زايد من سلطان ألنهيان الصاطعة وتوجيهاته السامية وحسه الإنساني فقد بلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي تم توجيهها من الإمارات خلال الفترة من العام 71 حتى عام 2004 ما يقارب 90 مليار درهم فيما تخطى عدد الدول التي استفادت من المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات حاجز المائة وسبع عشرة دولة تنتمي لكافة أقاليم العالم وقاراته وتنتشر شواهد عطاء الشيخ زايد رحمه الله في مختلف الدول حيث تكاد لا تخلو بقعة من بقاع الدنيا إلا وتحمل أثرا كريما يمجد ذكراه العطرة من مستشفيات ومساجد ومراكز طبية وثقافية تحمل اسم زايد